كتاب المقدس فالأسباب بالقبول أو الرفض زي ممكن تشاركنا أو السند في هالموضوع هذا تمام الله أعطاك حرية الاختيار الله يعلن عن نفسه والله أعلن عن كلمته بعد كل المناقشة اللي تناقشناها أنه هذه كلمة غير محرفة لكن أنت النهاردة لديك حرية الاختيار زي ما الأسيس نظر قال تقدر تقبل أو تقدر ترفض بس خليك عارف عندما ترفض كلمة الله أنت ترفض الله الحي الحقيقي فتكون النتيجة أنه يمكث عليه غضب الله لأنك تعاقب عن كل خطية أنت فعلتها لأنك لم تقبل فداء الله المعلن في هذه الكلمة المقدسة بشجعك قبل ما تنتهي حياتك على الأرض من فضلك كل شخص رمى في ذهنك كلمة غير صحيحة كلمة بوشاية وقالك الكتاب المقدس محرف وهذا كلام كذب بحسب الإثباتات اللي إحنا تكلمنا عنها وإنت مشيت وراه على فكرة أنت الذي سوف تدفع حساب نفسك لن يدفع هو عنك أنت الذي سوف تواجه الله في نهاية أيامك وفي نهاية حياتك وتدفع أنت ثمن هذا القرار بنفسك